بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة متن يسمى متن القواعد الأربع بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الله نغيزنا لنبس القواعد الأربع تتقايدا ديان كتابني وقشقة باشلا يمس نعم هذه القواعد الأربع أولا يعني قبل أن نبدأ بالدراسة نتكلم عن أمور منها لماذا ندرس التوحيد وهذا قد تقدم معنا حق الله العبيد والله سبحانه وتعلى قبل أي عمل إلا بالتوحيد ولا دخل جنة لموحد غير هذا الثاني لماذا اخترنا دراسة هذا المتن ذكرنا في الأصول الثلاثة أن العلماء نصحوا الطالب بالبدء بالتوحيد وأبدأ في التوحيد بالأصول الثلاثة ثم القواعد الأربع نعم والثالث سبب التأليف لماذا يعني ألف المؤلف رحمه الله تعالى هذا المتن المضارك ثالث سبب التأليف حتى يكون عند الطالب شيء من الحجج يستطيع أن يرد بها على المخالفين هذا المتن مع الملكه اليوم يستطيع أن يؤديه به على الناس وش wr. ما زالي عصاً هو في الحقيقة هذا المتن خلاص لكتاب كشف الشبهات؟ كما أن الأصول الثلاثة تقريباً خلاصة لكتاب التوحيد نعم، لو قال قائل لماذا لا ندرس أول الكتاب الأصلي وهو كشف الشبهات ثم بعد هذا ندرس المختصر نعم، لو قال قائل لماذا لا ندرس أول كتاب التوحيد نعم، لو قال قائل لماذا لا ندرس أول الكتاب هذا ليس لنا، هذا للعلماء، والعلماء هو الذين يجب أن تقرأ نعم، هذا ليس لنا، هذا ليس لنا، وليس لنا، لا ندرس أول الكتاب الأصلي وليست لنا، ونحن نفس الشبهات، ونحن نحن نصف فإننا، نحن نحن نهجة الشبهات الآمنة كما يقولون بشكل أهل السنة والجماعي أنه لا يمكن أن نقرأ في هذه الكتب كما يمكن أن نقرأ في هذه الكتب إذا كانت هذه كل مؤلفة من أهل السنة فإن كانت كتب في هذا الكتب نعم حتى الآن يقول القواعد الأربع هذا المؤليب اسمه القيوب تتقايده في إيدتي نعم هذا الكتاب إذا أرادنا نفهرس الكتاب أو نقسم الكتاب نقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام أجر بز بو كتابن من درجسنا إيطساق یاكي نمنا إيوزشي ألغان لغن إيطساق 3 قسمة بولساك بولدو القسم الأول المقدمة وفيها عنوان السعادة أو أسباب السعادة أنجلنش قسم وبولسا مقدمة يعني كتابن بيشي ويا دا مؤليب الله عنه رحمت قصون باقتلقنين علامتلين همشندقلا باقتلقنين سبابليني بزي بيان قلدو القسم الثاني لماذا ندرس التوحيد كتابن إيشكينش قسم بولسا نميشن بيش توحيد أوكيمز ديان سوالغان جواب بيردو القسم الثالث القواعد الأربع 3 قسم بولسا توت قايداني بيان قلدو نعم إذن هذه كل مقدمة لهذا المتن المباهر دمك بز حصر دهب اتكال نأسلل موشو حصر بزي بيزي وقماك من قطابنين حدوى برمقدميسي يكي موشو بردوان درس المزنين حدوى بمقدميسي بولب حصر الله عنه الله يحش بالكيش دور